اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام يخص به المرأة على اختلاف احوالها ولا سيما اذا كانت زوجة تشارك هذا الانسان حياته تعينه على لأوائها وتسهم معه في بناء بيت مسلم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما مثل المرأة كمثل الضلع إن ذهبت تقيمه أو إن حرصت على اقامته كسرته أو إن تحرص على اقامته تكسره وإن تستمتع به تستمتع به وبه عواج أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات أريد لأخت المسلمة إذ تسمع هذا الحديث النبوي الشريف من أمثاله العظيمة التي ضربها ألا تشعر بانحسار في نفسها أو بأسا أو أسف فتكوينها وخلقتها على ما خلقها الله عز وجل عليه هو الحكمة عينها فلا ينبغي لمن عرفت أن خلق الله عز وجل لها على هذه الشاكلة أو هذه الهيئة أو هذه الطريقة ما دام الخلق مرادا لله لا ينبغي أن تشعر بأسا أو أسف فالمرأة كما قال بعض الأدباء أو الحكماء جزء مكمل للرجل ولا ينبغي للجزء المكمل أن يكون مكررا هذه الكلمة كنت أحاجي بها طالباتي ربما منذ عشرات السنين ما معنى المرأة جزء مكمل للرجل ولا ينبغي لجزء المكمل أن يكون مكررا كان الجواب منهن يعني لا ينبغي للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية ولكن هذا ليس الجواب لا ينبغي للجزء المكمل أن يكون مكررا يعني لا ينبغي للمرأة أن تشغل نفسها بواجبات الرجل كما لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بواجبات المرأة لا بأس للمرأة أن تعين الرجل على بعض واجباته ولا بأس للرجل أن يعين المرأة على بعض واجباتها فقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويمشي في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم وقال فده أبي وأمي ونفسي التي بين جنبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي لكن لا ينبغي للمرأة أن تتعدى على اختصاصات الرجل ولا ينبغي للرجل أيضا أن يتعدى على اختصاصات المرأة نحن لو كان عندنا قلم القلم مكون من غطاء وقلم لو احتفظنا بالقلم وكان حبره سائلا لا نستطيع أن نضعه في جيوبنا إذا كانت ألبستنا كاشفة أو ألوانها فاتحة لأن الحبر سوف يلوث ثيابا وأيضا لا نستطيع أن نستغني بغطاء القلم ماذا نستفيد من غطائه فلابد من القلم وغطائه حتى يشكل قلما تاما كاملا فالمرأة جزء مكمل للرجل واجبات الرجل وظائفه إلى جانب واجبات المرأة وظائفها تكون بيتا سعيدا وعشا تعلوه السعادة والرفاهية والود والحب والوئام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا المثل الذي قرأناه آنفا مثل المرأة بالضلع أو الضلع أضلع الإنسان وربما أضلع الحيوان أشكالها مائلة على شكل هلال أو شكل نصف دائرة المرأة هكذا ربما يريد بعض الرجال أن يحمل المرأة فوق طاقتها المرأة لها تكوين فسيولوجي وهيئة تختلف عن هيئة الرجال واللواتي يطالبنا بمساواة المرأة بالرجل يخفنا من الحشرات الصغيرة التي تكون في المطبخ وربما يركضن ويهربن ويستعدين كيف تكون مساواتها بالرجل هل خلقت المرأة لأن تصعد في السلالم العالية وتضع لرأسها الخوذة وتتعقب المجرمين وتقفز من مبنى إلى آخر وتطلق النار عليهم أو أن تخوض الكوارث والأوحال المرأة ما خلقت لشيء من هذا المرأة خلقت لكي تكون أما ويكفيها يكفيها فقد قيل قديما إن المرأة التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بشماله فيا أيها الإخوة الكرام شبه نبيكم صلى الله عليه وسلم يا إخوة الرجال شبه المرأة بالضلع هذا الضلع فيها عوجاج ربما يفكر إنسان أن يقوم هذا العوجاج وتقويمه إذا كان على حالة ثابتة يذكر بقول الشعر إن الغصون إذا قومتها اعتدلت وَلَا تَلِينُ إِذَا قَوَّمْتَهَا الْخُشُبُ لو أن إنسان ترك شجرة حتى تصلبت وقويا ساقها وتخشب فما أراد وهو يراها مائلة أن يقوم هذا العوجاج فإنه سوف ينكسر فيريد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منه عندما شبه المرأة بأنها الضلع أن نتعامل مع هذا الضلع على ما خلقه الله عز وجل عليه فالمرأة بعاطفتها وأنوثتها واهتماماتها ونوازعها ودوافعها وغير ذلك من طبائعها امرأة بكل ما في كلمة المرأة من معنى ولو بلغت مبلغ مريم العذراء أو فاطمة الزهراء وما هي ببالغ فهل أنت مستغنى عنها أيها الرجل لست مستغنى عنها وهل هي مستغنية عنك أيها الرجل ليست بمستغنية وإذا ما قررنا أي المخلوقين يتضرر بفقدان الآخر أكثر هل المرأة إذا لم يكن لها رجل تتضرر أكثر أم الرجل ليس لهم رأة يتضرر أكثر بكل تأكيد كلاهما متضرران ولكن المرأة أكثر تضررا لأنها مخلوق ضعيف وهذا المخلوق الضعيف بحاجة إلى قوة إلى جانبه تسانده وتعضده وتقويه وتشد من أزره وترعاه حق الرعاية فيا أيها الآباء مع بناتكم ويا أيها الأزواج مع زوجاتكم ويا أيها الإخوان مع أخواتكم ويا أيها الرعاة مع من أنتم مسؤولون عنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في آخر الزمان يكون للخمسين امرأة القيم الواحد عليهن ما بين أمه وخالاته وعماته وبناته وقريباته وغير ذلك ولا سيما في أزمنة الحروب التي تحصد الرجال حري بالمسلم أن يكون رؤوفا فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أنفاسه في هذه الدنيا كان يوصي بالمرأة خيرا ويقول فاستوصوا يأمرهم ويذكرهم بالصلاة ويوصيهم بالنساء خيرا مثل المرأة كمثل الضلع إن تحرص على إقامته تكسره وإن تستمتع به تستمتع به وبه أي وجه مثل ما تتعامل مع طفلك لا يضر البحر أمسى زاخرا إن رما فيه غلام بحجر لو أخذت بيد ولدك ومشيت به إلى شاطئ البحر إذا كان البحر على مقربة منك لو أن موجة جاءت وبللت ثياب ولدك أو سروالها أو حذاءه هل يضير البحر إذا إنحنى الولد وأخذه حصاتا وضربه بها البحر هكذا كما تتعامل مع ولدك بالرفقي تعامل مع ابنتك تعامل مع زوجتك تعامل مع أختك تعامل مع من تعود من النساء اللواثهن برعايتك وحضانتك يكون ذلك تطبيقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكرم النساء إلا كريم ولا يهين النساء إلا لئيم أليست أمك من النساء؟ أليست أمك جعل الله عز وجل طاعتها عنوان خير ورحمة بك؟ ألم يقل لك ربك تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ومن الوالدين الأم ولا يخفى مال الأم من فضلا على مولودها وما يجب على ولدها من الرعاية بها والإشفاق عليه أليست بنتك كذلك؟ ألم تذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين فرباهما حتى يزوجهما كن له سترا من النار؟ أليس كذلك الرعاية بالأخوات؟ وغير ذلك الأمر أكبر من علاقة رجل بزوجته إنما علاقة المؤمن بالمؤمنة فطبائع النساء تختلف عن طبائع الرجال غرائز النساء عواطف النساء وما يتصل بالمرأة في تفكيرها وفي محدوديتها ربما في كثير من الأحيان يظهر فارقا بين تفكير الرجل وتفكير المرأة فمن رحمة الله عز وجل بالمرأة ومن واجب الدين على من يدينون بهذا الدين أن يتعاملوا بالرفق كل الرفق مع النساء رعاية وحبا وبآما وتقديرا واحتراما وانسجاما وما إلى ذلك وهذا لا يعني أن يتنازل الإنسان عن رجولته فهناك مواقف لا يصلح فيها إلا حزم الرجال وهناك مواقف لا يصلح فيها إلا استقامة الرجال وأطر الرجال النساء على الحق أطره ولكن هناك مساحات كبيرة في حياة الإنسان في تعامله مع زوجته أو زوجاته وفي تعامله مع بناته وفي تعامله مع أخواته وفي تعامله مع حفيداته وفي الذات كبده ولا سيم الجنس اللطيف أن يتعامل معهن مسددا ومقاربا فلا تنسى أيها الزوج أن زوجتك امرأة وأنثى بكل ما في الأنثى من عواطف ومن أشجان ومن قصر ربما في التفكير ومحدودية وكما قلت قبل قليل ولو بلغت المرأة مبلغ مريم العذراء أو مبلغ فاطمة الزهراء أو خديجة الكبرى وما هي ببالغة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع وذكر منهن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين إذن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم أستاذ الرجال وأستاذ النساء على حد سواء رسم لنا الطريق فلا نجات لنا إلا إذا كنا على طريقه من السالكين في جميع شؤون حياتنا وفي ذوات أنفسنا وفيما نضمر وفيما نعلن وفيما نتعامل حتى نكون صورة للرجل المسلم بكل ما في الرجولة من حزم وبكل ما في الرجولة من رقة ورأفة ورحمة ولا سيما بالنساء إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد معلم الناس الخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر